الاستثمار عكل الأراضي الزراعية وحولها إلى منطقة منكوبة تماما لا خضار فيها يسد رمق الأسواق ولا حصن يقف حاجزا أو مانعا بوجه الموجات الترابية في الوقت نفسه تضع الحكومة يدها بيد الجرافات الاستثمارية وتملك الأراضي الزراعية للمواطنين جهات متنفدة تأخذ القاعة من الفرح وتتوزحها قطعة سكنية المن منه المستفيد شنو السبب ليش الفلاحة العمر هذا الطويل هيش تحبونه في الأشهر الماضية عندما بدأت الموجات الترابية تغزل عاصمة بغداد كان سببها التغير الذي حصل في الأحزمة الخضراء التي تمنع دخول تلك الأتربة فمع تزايد حالات النحر للأراضي الخضراء قد تتحول سماء العراق لغشاء أحمر بفعل الأراضي اليابسة كون العراق اليوم خالي من الغطاء النباتي مع تقليص الخطة الزراعية قلة الإرادات المائية وقلة الأمطار والحباس الحراري جعلت تربة رخوة ولا يوجد بها غطاء نباتي بالتارة لأتربة ثارة بالشكل طبيعي ولهذا العراق جوة تأثر اليوم المعالجات يجب أن يكون هناك معالجات واقعية من أجل حد من التصحر والكتبان الرملية غياب الحصص المائية والدعم الحكومي للفلاح أو للأراضي الزراعية ساعدت تلك العوامل أن يبيع المالك أرضه إلى شركات استثمارية بمبالغ خيالية من العاصمة بغداد مهدي غريب واني نيوز